اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لديك ما تمسهش، معناها أعطيك المثانية، كل شيء مثاني فهمتك؟ الخضرة كل شيء تستحق أنكوش والله حليب للصارة كنت جاي الشهرية تقول له وينها يقول لكم فهميش أنت قادرش قعد تخدم في الثانية؟ الثانية بقيت فيها عام، الثانية الأخرى شهرين والأخرى عامي تخدم أنت وراجل قتلي؟ نعم نويا وثماشكم من العائلة يخدم معكم ولا كانت وراجل لكم؟ نعم نويا كاو مصغر عندكم صغيرات؟ عندي أربعة صغيرات وقتلي تقرب يحفظهم وإن شاء الله تفرح بأولادة ولادة وقتلي تبدأ تخدم في الثانية، تهزي صغيراتك معك؟ اي معي 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 بي شكك في محله اكتشف فسان معي مم راجل يا راجلك يا ساميرا كانت شك فيه شو اللي خاصلك بيه ملو القصة حب جوا بيهي وتعرفت على بعضكم حلاها القصة كانت جميلة جداً بالتليفون من بعد فهمتني يعني ملكتو ملك عالمي، عرس عالمي يشكر في عائلتكم كل شي مريكل جيب لك خاتم و فردة فردة في الملك يظلي ولا في العرس والله من يثابت في الملك في الملك حتى كيعرستو جيب لك الصياغة دارك مززي عندك مكينة سابون فيه دارك عندك بلازمة تلفزة بلازمة تجاوبني بربني مدام قولي إي ولا إي هؤلاء لا ما عندكش بلازمة في دارك لا مكينة سابون لا بيت نوم لا باح مم باح باحة اه دارك ملك لا باحة ما عنديش أه ما صعبني عندي ما عنديش باهي ما عندكش باهي مش مشكلة عندكم جاز معتا الطيبو كده في دارو عندنا جاز بطلاث عندي جاز عاد بطلاث صلي عني بي معتا به معتا أساسيات موجودة أساسيات وانتو معرستو أساسيات موجودة؟ كانت موجودة كانت موجودة كانت موجودة كانت موجودة به به هو يقول هنا في المنعرج الخطير هو يقول بعد عامه كده بدت تتبدل الحياة ما تفهمناش على الاسم المتعلولية عندك أخوك ربي يرحمه ويناعمه انتو ما حبيته تسموه هو قال الطريقة ما عجبتنيش تسميه فكما وكان نسيت حاجة قولون قال من بعد اكتشفت انتو ما عندكم داربوك عندو دارب داربا فيها رخام فيها شوية رخام وكذا الحمدولله الحمدولله يا ربي مستورة قال هذو ما خرجوا يسكنوا في جيتون نعم ومن الجيتون هذك فهمني والله يمتهنوا اسمع الكلمة نعم التسول من بلاد لبلاد فهمدني وصلوا مثلا قالت أنا وصلت تطلب بولدي قال مرة مشيت للتسوسة في حي الظهور فهمني والله نلقاها تطلب فهمني والله هي أمها الوالدة متاك انتي وصلش كابيكم فهمني لحماية الطفولة ومتهمكم بالتسول وخاصة باستغلال قاصر اللي هو ولده وولاده من بعد تبعتوا على في الجدارات وواحد اغطاها وندرشنية وضعية كارثية تشربوا من المام تعلفها شاكا وليه انا طول يمدوقني مادام انتي تطلب ساسي تطلب مادام مادام عمرك ما طلبت في حياتك ربي يعفو عمرك ما قلت له اهبة للميدان معانا اطلب ربي يعفو مادام انتي ما قلت لهش اهبة للميدان معانا انصوروا الخير والبركة ماذا ماذا انتي عمرك ما طلبت في حياتك ربي يعفو شبيك مش انا شبينا سلم بابا وسلم امي ما نطلبش كيفاش نطلب كيفاش نطلب ملايك اخو يا جعفر طوش تولي ملايك اما تعرف حت شي و فضل هاي خطلك ما طلبتش هاي هاي برا عادي اه ساميرا اعمل معك الخيب انا كاش نطلبكش ترتني انت باركش نباتل الشر نبشي نطلب تكلم بالقوية منيش نسمع فيك مكش تسمع يف التنفون يا ماروية تتكلم بالقوية الله يلا حواه هاي برعة جيب من الاخر اخي ذريتك بحاجة انا خصصتك في حاجة لا والله لا سبحتك للركبة لا والله لا فاش مخصوصة لا والله ما عندي فاش مخصوصة يتكلم تكلم هاك على راحتك خوذي راحتك مخصوصة في حاجة لا توجد شاورك ها نتكلم 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 احكي مخصوصة في حاجة نتكلم سي جعفر نتكلم نتكلم اي ماما داني انا خير السكنة في دار ولا في جيتونة كاكة ماروية ما تتكلمت ساحبي خلنا نسمعها داي خلنا نسمعها هاي تفضله يا اخي ذاي اول ما عرسنا نسكننا في دار حموي عاطينا بيت نوم بيت كبيرة مكسومة على زوص بيت صالوا وبيت نوم مدومنش الجمعة عزني للثانية وانا لننجم ننطق اسمه للثانية لا مغير اسمية مغير اسمية يا سامير حصيلو اسكننا فيها للثانية هذه اسكننا فيها شهري طلعت الدبشي قال لي حمي كي هو طالب السواني هاذا يروحوا عقل السواني ابنيتي ما تلازميني يشبر يخدمي مع راجلك خرجت معاه طلعت الدبشي لكل الثانية مدومتش جمعة طردني وبيعلي دبشي ما خللي شي حتى شاي شكون طردك هو طردني وبيعلي دبشي اقسم بالله والستين حزب لا تمتعت فيه اسمعني دبشك اللي تحكي عليه ثم ناس شاعدة وثم ناس ردت بيناك وشاي اللي جاب باباك الكراهب وبكالهبط عباها وروا عنيه بايحهم عليها بايحهم بايح يشرب بايح يشرب بايح يشرب بايح يشرب بشرة هذايك انت ظلا تبشي حشاكل القطوسة فت منع صغارها ما تخليكش هذاي اذا اللي ولده محاذيه عنده عادي يرجد للشر عنده عادي ميلا وش عليه انا غذبني بولدي يا هذا وكان وريهول يا ربي يلطف بينا وبيلي تتكلم لحقيقة لحظة 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 مروين لحظة ولدي انا بابا يساري يراقبهم يكبرهم انا ارى البرنامج جاذر مش تخوش منه مضبع انا والله العظيم بيش تضبعوني والله مروين خي سألتك انا سألتوا ولا هاي سألتوا ولا مروين سألتك قلتلك يا مروين عندكش حاجة زايدة لا لا ما عنديش قلتلك تشرب ولا يا قلتلي لا ما بطلت كنت نشرب صحية يشرب كنت نشرب شو نقولك مشروب تشربت كما كنت نشرب باي هاي فنية وخرجنا منها صي باي خرجت منها ما ودي مش ربي انا بش الحاسم ربي سبحانه وغفور رعيم وربي يعدي كنت جد كاعدة وشرب ونقولك يا مروين ليه لقلت دام يا رب نحب نفهم صحيح ما غير مدام واصل عكيلي حصلوا هذاي روحنا قلت بي فولاد الشامخ خطر خوية تواف سكنت معا داربيتنا قلت له يا مروين ايجي انت اخدم مك تخدف في نابل اخدف في نابلوني انا مع امي خاندا امي عالقل حتى عام نواسيح حل سألو قللي هيا ساميري انت تحب تسمي اخدت لهي يا مرو خد حتى بخاطر هنا ينحى باباي وامي على جه قللي به يهز الكرني يبدل وما قيدهش في الكرني وتشهد عليه القابلة ساميرا نعم ساميرا هذاي الرجل هذاي تعبني راه فيش تعبتك ياسر فيش تعبتك مروين لحظة ساميرا هذي رموش مشكل ساميرا نعم أراه راجلك اليوم يحكي في حاجة مخترة برشة ماذا؟ اراه يا ساميرا المحطيات والدقائق والرقائق اللي حكيهم والحكيات اراه بدي تايب اراه راجلك اليوم عنده صور صور شنو؟ انا متعرف هومش عنده صور يا ساميرا مش تصدم مع الطاوم متعرف هومش انا ما عندي مناش مش تصدم طبحك تبحك على روحك انا ما نبحكش لا لا ولادك بيتين في قيتون قيتون خرجت منها الرجال يا ساميرا نعرف نحكيلك تحبا تحبا نحظة عاد يا ساميرا نحظة اي 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 انا وبعد نعطيك الكلمة ساميرا شوف ساميرا ناس اكواخ وخرجت ديكادر في البلاد وناس تحت الطوب وناس تحت الردم ساميرا وناس في قيتون وخرجت الرجال والسؤال المطروح علش تسكني في ولداتك في قيتون وانتو ما عندكم دار لا في دارنا اي جاتني السحفي وجابتني من دار انت فهمتيني ما فهمتك اما بيتنا صحيح يخضوا في الفراي في البلاستيك ساميرا نجب نسألك سويا لغتي نعم تجاوبيني كان على هذين ونبطلوا بالنمش انتو ما عندكم دار نعم بوك عندو دار ولا؟ نعم عنا دار ولادك ولادك علش يباتوا في القيتون لا ما باتوش في القيتون وانتونا نصور أولادك في القيتون اه، برا برا كدنا نعرتي لجانت جيت نطل على أمي صحيح جيت نطل على أمي ما نحبش الكذب جيت نطل على أمي وليلتها هزول جيت نطل على أمي سوس باركوس في شهر نزالوا لنهارين ونولد تعلم او تسالي حسنا وين ولدت ولدك لولاني؟ والدي الأولاني والدتها في أولاد الشامخ oh يا ذك... مثال مهدي حتى ع parachute تتبع أولاد المهدي الثاني وين.. الثاني uh.. أولدتها في ابن جزار في القروان في القروان أيه ساعت은.. عنيش في القروان عنيش أولدتها في القروان ماني غزبان غزبان في القروان غزبان في دارنا عندوني القروان خاطر سبيطارنا ما هوهندش هاي والده في المهدي echبادث died us in i 104 سامير خاطر حالت بنتي اغطيرة يعقدوني للقروة تقوى في المهدية ما تمشى سبيتار ولاد الشامخ مش المهدية نتبع ولاية المهدية بيه بيه الاخر ويت ولد في نابل في نابل في نابل بحذي بحذك انتي في نابل بحذك انتي هاي هاي بحذي بيه والرابع وين فيس فيسوس فيسوس على فيسوس سوس ها مشيتم اطلع على دارك داركم وين الراك ضحك نعم داركم وين فيسوس داركم فيسوس انا قلت لك دارنا يخدموا في الفراي في البلاستيك باه ان شاء الله ربي عينهم يعيش يخدموا في الفراي سميرة ما تسولتش لا لا وش كايتلي شكيهم هو على التسول تسول هاتلي يثبت اللينين تسول كيفين تسول اضربوا همل ولا جيبوا همل ولوحة يسيب يطردك في ثلاثة شهور تكمل ولادتكم كل عند باباك تكملها في داركم ملوش عليك هذي ممنعش انك تتسول مانك تسولش بيرك استحقيدة انت ساميرا لا لا مان تسولش سلم باباك و سلم امي لا اسمعني لا تسمع فيي يا ساميرا منين تصرف البريود هذي الكل ليه تصرف علي انت من سهلتك سؤال جاوبني منين تصرف باباك و أخوي باباك و أخوك ه dodgeهم يقوموا بروحهم باباك و أخوك مش يقوموا بيكنتي وبصغارك لا ربعات ما كنت عادا تلوحنا وبابا يقبلنا نا لوحة كون جي هذك من دارك ما عزم كرمة في دارك لبس عليك مخصوصة في شيء شكون جيل 11 بتعليل هزك شني شكون جيل 11 بتعليل هزك من دارك منين يا زيت شكون جيل 11 بتعليل هزك من دارك اروح بيك بدبشك بكلك كمشيت غضبة المرة هذا شكون جيل هزك وين يا زيت نيخ ليهم ما جايش بوباك هزك لن باباك قريب العاشرة متعليل قال لي يجي هز بنتك يجي هزها بشهد عني يجي قصر علي لوان ابا ذاك اسمعني اسمعني لحظة Xuma لحظة سيد مروين لحظة سيد مروين مادام ساميرا عمرك الشواحده دا بس الغاز تشمفا نايا ذاك متهمني نشرف الجفال والدنيول وده بوس دينيش نهار لي قل تتنشف الغاز شنية ذاك قال المركز قال تتنشف الغاز أريد أن يبس الغاز لا نسمح تنتشف الغاز ليس ساميرا نعم راجدك زيدا يقول اللي كون ابوك يشرب في ولدك صغير في المشروبات الكحولية ترى أحلف في هذه قول لا لا أحلف في الستين حزب ستين حزب نحلف خات في ستين حزب نحلف قول كلمة صحيحة قول كلمة بارك صحيحة نحلف والستين حزب يا كان بكان يختاني باباي يكني الدود والترى لا لا مش هذا السوء وباباي لا ما يشربش صغري لا لا في هذه كذا بتعب ما شربش ولادك الزوز لا يزيق مدام يزيق اخيط علي مدام أنا قلت مشروبات كحولي كيفيش عرفت الي ما يشرب مش كيفاش بابا مش يشرب باي مش مشكلة مش مشكلة باي باي مدام جابنا صورة ولدك بالاحد بالمشروبات الكحولية است Linowo جابنا صورة صورة ثمة صورة ولدك بال مشروبات الكحولية عندنا اللي لك أن شوي اشرب فيه انت بضلت بابا لا ولا بطلت وين اشرب فيه نشرب فيه في داركم ناين لا ولا حسنين هه هه لا أريد أن أشيك مادام مادام أحبك أنا أحبك تفسرنا رأيت واسك كل تفرش فينا الليلة اللي يحكي فيه صحيح هذا لا غالت ما فام حد شيء منها صحيح غالت أنا في كل شيء فام حد شيء صحيح بيع لش غضبانة يا تي طوى مادام غضبانة ليس يصرف على صغيرة ويتردني فكلي فلوسي ويتردي يخليني ما نخدم ويترد يكمل بي الشطوية ويترد نعم يكمل بي الشطوية يكمل بي الزيتوون يخاهم لي نعقد كيراح يكمل بي الشطوية ويتردني يكمل بي الشطوية مادام مدنيش مادام هذا راجلك ولا إيه بو صغارك ولا إيه بيه بو صغارك ولا إيه روح روح شد دارك كالناس جيب صغارك ويجا روح شد دارك كالناس ولا تقول جيب كرح ونروح بيك شد دارك كاللعبات وستقر في دارك وعمل قيمة روحك كيفاش انت عندك الديار ما عنديش دار يا سيدي هاني كاريلك هاني كاريك لاجعتي لف الدار لعد الزيام لاجعتي لالدار للوت لعد الزيام ما بيتيش تقودي فاها قلت لك برية كري على روحك انت مشيت كريتي بروحك لا 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 للكريت على ترزيام يا بتشاهدينا راي ناس شاهد راي ناس شاهد عليك راه مدام سميرة رايحوما كاما شاهد عليك لا والله هو الحد الآن حد الآن ما عطى خطابه مستقيم قالك بيه يا سيدي عفو الله عما سرف إيه جي لدارك طواني كريك تكريلها هادي مستعد طواني كريل يسمع ما شنوه صحيح ولا ايه قالك ايه جي يا بنتي هو خايف عليك سواء انت تسولت مدام ولا ما تسولتش تسولتش لا عبري ما نتسولتش هاني قدتك سواء تسولت ولا ما تسوتش غلط ولا ما غلطش حتى هو ينجم يكون غلط واني نجم يكون غلط مدام اطويه الصفحة وابنيه عالم اخر ومنوك الصغيرات شنونا نشوفه في تساور الطفل قدام المشروبات الكحولية يا اخويا جافر ويشرب في ميمة على فاج تفل شنوه انا في الفين وعشرين يا مدام والامراض بالبرشت تشوف كورونا ودي الله نعم الوكيل فيك يا اخويا يا جافر لا راي انسانة ما تحكمش في روحها اللي تقول امها اللي تخلي امها ارى امها هي موجودة ما تخفش موقف الروحها اق مدام لا مدام 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 مهلا بك اي بيت فاطل عندك ميكرو مدامة سلم اق 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 ويني بنتك بي خليها ترتاح شوي خليها ترتاح شوي برب بصفقوا عليها الحاج جبرة عايش كميسي اخرى يا حاج مرحب بيك تمانينا نتقابلوا في ساعة سعيدة الغالب اليوم الساعة ليس سعيدة كل شي تعاوض كل شي تعاوض اللي هو زوج بنتك نعم نعم يعني قال بصريحة عبارة اللي انتي وبنتك تتسولوا تتسولوا كاش على كان الشي لكان مش نتسول على خاطر ذريه يجبني نترى من الحجر على خاطر ذريه يجبني نمد ايدي للحبيب والعدو باش نوكلهم وباش نمونهم اللي هذي تهزى ولد شهرين وتمي يمش على روحها وقت لي وقت اقسمتوا بالله وتمنوا الامال بالله وهاني امرأة مكسورة ويعلم بيه ربي بدقة القلب يعني من المخاروقهم كسروا من الرجلين هذاك على خاطر ولده لحظة عايش كوي اسمعني ولده ولد ست سنين تخلص سنين يقرأ يازمة تهور ولا ما يزماش يازمة ولا يازمة تهور اسمعني ايه يازمة ايه اول نبصم لك بيدي نهزك لطبيب اللي محنت بالي مش هزيتها وحملتها وقلت له اعمل فيها اجر يا حاج تهو كلامك اسمعني ايه يا حاج وانيه امك ام يونس هزيت الوليد ضحكت علي الناس اسمعني ايه ما كتخل الفست فاميلة وفست بليت هاش بك ولده بابا موجود ام موجود وانتي زي يا ودي ولده دهار باسليه يا حاج انتي قلتي على خاطر الصغيرات هذوه النجم المد يدي ونطلب وفعلا لمشيت للسبيتار وطلبت عليها طلبت بالولد هفاي بالولد لأخراني نجحت وطلب السبيتار عني ذكرك اسمعني هنا وعندي دليل وعندي تسبيتار تنجم تطلبها طو يا حاج حاج يا نعم قدش ممرة طلبتي انت وبنتك على خاطر صغار لأ مرة ذي يا برك اسمعني هنا باش تم منه ولمان بالله كيف دخلت للسبيتار ناية مقصورة هزون للسبيتار كلموا بنتي مدار قالوا لها اجي امك سبيتار وين يا حاج ناية في سوسة وبنتي في ولاة الشام خلالين جابتها الصحبي يا حاج السؤالي هو القاتم يا تفضل طلبت العباد في الشارع لأ بس السبيتار الباب اللي في يخرجوا منها كيف جيت الخرش في باب بنتي حاج ما عملتوش جيتون من ولاية لولاية وانتم التطلبون ناية نخدم فيه هذاك شو تخدم فيه معناها كاموا نقولوا ناية مش نكري مانا جمش نكري يحوش كبير عندي كاميون وعندي قراريتي زوزو معناها زويل اي شنو تخدمها نخدم نخدم البلاستيك نخدم البطريات نخدم اللامنيول جدي القصارين والوحديات نخدم كل كل بلاستيك متاع البيون جميع وماء اللي يمطيشة كل جيب هالراجل من كاميون والولاد بكريتا يكدسوا هالي في البطحة كما هكا مش بطحتيني معنا كما نقولوا متاع الناس كما هالوجوه ايه؟ الناس كنيني للرب الناس كنيني للحاجة يزمها كل القطعة في بلاستها بالتاليفون يجي لي كاربا حاج عناش تنزفت الصغيرة معاك؟ انا ماذا صغير ولاده؟ لا لا حاشو كلانا كنهز صغير منك ما دخلوا حتى مر البيتون؟ لا لا كانت طفل سلول كنتم ربيتين حاج حاج الوليدات عمرهم ما دخل البيتون؟ لا 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 هذا لحكة لحكتي اللي تطحت في هذه اللي باتت فيها هي ولدت ورأي عندي دليل هالزئجات طلعتني نمس بطارة بالسبطار حاج حاج لعظة سيد مرويد مش نعطي كلمة يا حاج حاج سؤالي مش نعوده مرة أخرى اتفضل طيب انا ويك وبينتنا ربي صبح ربي هو الشهد ربي هو الشهد الوليد ركزي حاجة في السؤال اتفضل عمرهم بالعمر ما دخلوا للبيتون؟ لا وقتي لكي نبدأ نايم معناها قاعدة ومرتيحة ومش نجيبهم نوكلهم حاجة عجنما راجلي نايم عندي صدمة كبيرة ياسر وربي هو اللي يصدم ان شاء الله ربي يعطيني الصبر ويعطيني القوة نايم ولدي كبير توفق الله يرحمه يناعم حتى تهو اسمعني سلم ولدي حتى تهو فم ثابت مضرب ولدي في مقام ولدكي اللي عندي ست سنين ما نتيش يا حاج الأولاد عمرهم ما دخلوا للبيتون لا وقت حاجة بربي يا حاجة خذي لحظة التفكير يهديك ربي هاتفضل يا إله الله محمد رسول الله محمد رسول الله الأولاد عمرهم ما دخلوا في القيتون الأولاد صغر وقت اللي لأ مرة دي قلت لك في النفاس هذي دخلوا وقعدوا معي ثمان أيام قاعدوا معك ثمان أيام ثمان أيام يا حاجة عمرك ما طلبتي باللبيت هزيتوه معاكم وتطلبوا في سوسة سلم ربي كاثر خيره وني سلم راجلي الحمدولله يا ربي وليك الحمد حاجة بكي قلت يريد تطلب في السبيتار بعد قولي سلم راجلي بعش تيهم في السبيتار كيف دخلت بنتي تولد ذوق اللي حديث سلم راجلي أمك أم يونس وقت دخلت للسبيتار وفمه الستين حزب نحلف عليه ونحلف عليه هو نحي أطلب لي السبيتار تنجب تمشي معي السبيتار بليش يا حاجة لا بالكارني عايش والدي الكارني فكهولها درقهولها دخلت بالفلوس معناها التقييد بالفلوس كيف جينا مش خرجوا فيها طفلت فيها عندها صفورية قال يازمة ما تقدرش عليه عشرة ايام اثمان ايام حاجة كي معاك المرأة يازمة تخرج وين مش تخرج نعمل لها كارة بتوصل لولاد الشام وترجع السوسة ملاجم مش واضح به يازمة تقعد حجية مروين مروين ما عندك ما تقول الحاجة قتلك هاذ باش طلبنا مستحيل مروين ما عندك ان تصول تقضى في الفراي لا لاحظة حاجة تقضى في الفراي لحظة مروين لحظة مروين مروين تربي لحظة حاجة مروين لكي افسر لك حاجة نعم ونرى ساعات في النشير الليهودية ونرى ناس عملي جيتون وعندهم زويل وعندهم شوية عيز فهمني لكن بالنسبة لي أنا راه مش بالضرورة إنسان عنده جيتون راه يتسول يعني جي يكونوا عايشين في جيتون وهو اختيار يا رب في الشياه وكذا فهمني أم لا وقعدوا عندي ثمانية يامك وخطر هي واختبها نفس لا 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 معاها ثميك ومن بكري من بكري هي ثم لا جيت تطلع لها لا بريتها من الأمنية بتاعها تعيش في جيتو من الإخ بربي السميرة خشوك لعبها دخول السميرة بربي دخول السميرة بربي لا لا خليها 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 خدشوك ببالي ناي كنت أسمع لي بأمر يا حاج أسمع لي سلم ودي يا حاج ما استدقيت مرتي ما استدقيت كشنتي أو الحاج قلت للها حتى تحمل غطاة ترديش تبكي وتشدي قلب وغولة تدمي عليها لا جبت لولدة مش حب يراه اللي بكيت عليه بالدموع يا حاج خلتشوف الأمور أحضري معايا تصور هذاكا ما كمينتي انتي تفضل أسمعني بسمعني انتي ما قلت لي وليدي انتي ولا وانت مينتي وانت مينتي وانت مينتي صغير يا تنسي على الكليل انتي الهنا بش تعظني معنا محذر خير بانك يا أخوي لنقوا السياغة والله كنت تناوي الخير يا ساميرا أسمعني كنت تناوي الخير وطب منيت اللي هو ما يقول لش كلمة حشاك اللي ما تتعودش لكني ولي ميش عيارة أنا ناجلت بشي معي على الصحفية وطارق طلع علي فاش نخدم وفاش نقادي الحمد والله يا رب ولك الحمد وين ساميرا نعمة ديون علي يجي ثلاثة ملايينة ذكاء تباكا غير الواحد فاش فاش اسمعني يا سيجا ووراق والدي قعد سوعتاش اليوم هو متوفيلي وما روح ليش الله يرحمي نعم الله يرحمي نعم وما روح ليش ولو ووراق نحهم لي فهوطأ نجيبهم القطوة يا سيجا ولو ووراق نحهم لي ومنيتي باش نعمل حاجة باش تعاوني لولدي تجيبلي دليل معناها ولدي مشيش قف وصلعة ما معناها ما قيت منك حتى حاجة ونخلي في الخير حاج حاج استهدب الله صلي عاني بي ساميرا صلي عاني بي لا أصلي سيما روين صلي عاني بي صلى عليه وسلم اغذروا لي مهما كبرت المشكلة الليلة تنجب تتفض كنت اللي حكي فيه كنا كذب كنت انا طوي بش نشي معاك اللي يحكي فيه كله كذب وحاشاها ننزهوا وننزهكم أنكم تكذبوا احنا الهنا ماناش في دور القاضي شوف يا ساميرا قديش عندك صغيرات عندي يا ربعة صغيرات عندي يا ربعة صغيرات الراجل هذا ما فيه حتى شي باهي فيه شي ساميرا ما فيه شي 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 بالنسبة المرتي مرقلة أمها حط متح باهي شوف تقول لح لحظة لح لا يا مدام ساميرا كل كذب يا مدام أميتي كان جاي عندي نمر وبرك من ثانية برك اللي كنت نخدم فيه أقسم بالله هلا ما تتفضح أقسم بالله مادم ساميرا مادم ساميرا سي مروين لحظة مادم ساميرا مادم ساميرا لحظة سي مروين لحظة شوف مرتي ما باها شي اللي أم هي سبب شوف ساحبي مش نعطيك من الأخر طب هذي زد غلطة عملت نحكي صراحة أنا نحكي طول ما عنديه شاك الدرجة شاكويا 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 أنت الخوف كان من ربي سمحانا مروين مك خديت المراهة ما أحكي طول ما ندرجش نحتيك رأي يا أخويا تحبني أعطيك رأي فضل أخودي كي خديت المراهة أمها معاها كي خديت المراهة السبع شديت اليد الكل خديت اليد الكل معناتها هذيكة ماتنجمش مش بيضاء شرط هي تتذلك وتجيب عليك كلمة وتهينك وكذا لا تقعد كاينها أمك اسمعني مروين عاد أمها هذيك اللي حاسبها خلقك جملك خلقك جملك تحسبها أمك وهي هنا بصراحة يعطيها الصحة ومش بزيئة أنا حقا في مقام من أمي حقا في مقام من أمي وهنا أقول هذا في وجهها قم الناس للعلم يتفرج وصلت أمها هذيك ها سمعتني كلام ميتقال الش للرجل ناي هاني رجل ما نقوليه شي الرجل فاس فاس و جواه ها Gene هاو هادي حب على الصلح نحكي في الصراحة ناي نحكي في الصراحة نحكي في الصلاحة هذا الشيء يحب هذا يحبك انت تخدم وتعطيه حبك انت تجيب لتبش لصغاره وهو لا يا أخويا تقولك اللي تعايت لك امرأة تقولك يجي هاك تبش وراش لك محاذي يكتشك ولا لا يفح فيه انت تجيك النوم يجيه النوم وصغار يجيه من الشر طلبتي على ولادك لا هالحاجة قاسي لا مش هي قلت لك اسمح هي في السبتال داخل ونويه اي نويه هو هو واقف لي هاك اسمع لي هو واقف كم هاك ولي جيت للبواب قلت لأسمع بنتي مرهون ونخلج ما خلول ليش لهم مرهون هادي حينا معي بيدة واسبتار هو يطلب زادة هو واغف قال لي يا أخي قال لي عامتي كيفاش مش نعملوا بنتك قاعدت في السبتال وطفل ما زي قلت للي ما عنديش فلوس عندي تسعين الف هذا قول معناها ما جبت ما عنديش ارتاح يا حاج قلت لعديك خلص يا حاج يا حاج يا ميلتي قانون اراهوا ممنوع ما عملش خدمة بتصور شوين يا ريش قلت لقية تسعين متصور انت مرتك بالفوق مبايزة عملت عني بصمة بابا وانت قاعد في الباب ما تجيب ليش مناكل وولدك تسعين ما مبايز تراك ولا تهرفيش عظم عملت عني كمبيال اذاك قلت له تهرفيش والدك قلت له ريتيش عملت قفاية تهت السبتال وقلت عني كمبيال اذاك شوف يا حاج باش نعطيك شوف وقتلي قلت لك انا والدي مريض وما عندي شو كده نجي لناس الرحمة ونقول له أخوي أمان نسلفني هاي بطاقة التعريف وعملناها لحظة يا حاج خنكمل وبعد شاة الكلام ونعطيه بطاقة التعريف ونخليله حتى التليفوني هاي ومفيد انا نمنع الطفل تعملوها ولا با ولكن ما نعمليش ما نتعرفش عليش يا حاجة لانو القانون يعاقب عليها تنجي بتوصل للسجن لا شبيني نعم فهمتي فيش نحكي ولا مع معاقب ماشي نحن نشد الكياس وتحية للناس دوي الحاجات الخصوصية وبرني حتى لو كان كنت بخارل ساقيك ما تبشيش ولا ما متراش ولا كلا عادي نحن في تزارب العالمية هاي المرة هذه مش نسمي يا سما زهرة اقسم بالله تلقيها في الثاني ومعاقب في كرس تجي طب طب علي تلقيني للشر تجيبلي تقول يا ساميرو تقولي رأيت عتاها انتا وغيرك وغيرك هانك هنتي سميتها ولا هي شاهد عليك شاهد عليك شاهد عليك اخليتي تسمي في العباد طو شاهد عليك جيب هاي اللي ما مخصوصة في شي اللي كل شي موجود عندك نعم يدبشي ذاك كيفاش جوداركم هزو ذاك فاكلي بنتي وطيشني في الجبانة فاكلي بنتي وطيشني في الجبانة لا لا با كاريش فاكي ضربني اخوه والله وهو وهناي في الشعر فاكلي الطفلة ووزني ويسام وطيشني تعطي الجبانة في الزيتونة في الكبور لذينا في مغرب لذي يزي لو عوني تعطي الزيتونة ولخل حاجة يكلب لأيدا ولخل حاجة يكلب لأيدا ماني هو خيساة ولا ينجري من بلاصة إلى بلاصة يزي من الكذب ويجد عليه مركز دازارك لحظة مروير عال وبتنا ثلاثة أيام في جبانة جربانة لجل بنتي يا ذاك كلمتك قيرك عطتها الجواب هيا ما فيه عشر طلقة دكتا الرئيسة قتلى فارب عشرين ساعة لجبك تزيب لها بنتي ما تدريش على ايام نطلع بيها الطفل بدي توزي لعشرة كيلو بيه ساميرا صلي عني بي يختي صلي وصلي وصلي صلي عني بي حاجة صلي عني بي صلي عني بي صلي عني بي صلي عني بيه بيه ساميرا بش نقول الكلمة واحد صعيبة يسر واللي بش نقوله صعيب يسر تحب له واحد عنده قلب كبير لا يسر اسمعوني مليح لازمها واحد عنده قلب كبير ولازمها واحد يمن اللي ربي سبحانه غفور رحيم ويلزم يمن اللي كونه ما ثماش واحد في الدنيا ما يغلطش اما بشرط مش نطفقه بشرط لو كان ثم الإمكانية انه ترجع المياه لمجاريها لا تكلمش حاجة لاحظة لو كان ثم الإمكانية لو كان ثم الإمكانية انطيشوا الدنيا لكل ورانا حطوا ورقة وستيلوا هاوا انت شعملت هاوا انت شعملت هاوا انت شعملت هاوا انت شعملت سبحان الله سبحان الله ما ثماش إنسان ما يغلطش انطيشوا هذك هشكارة في البحر ونبنيوا حيات جديدة على خاطر لولاد ونبعد احنا لولاد فقط حاجة نجمو نبديو في مشروع كما هكا نجمو وكان ما قالش تكلم الله حاجة حاجة لا امر برص امك لحظة وكان ما كذبش حرائي يا حاجة ما تقول لي امي انتي يا حاجة اميمتي الغالي يا ربي يستر عايشك عايش ولادي يرحمها ما غير ما انا عارف يا اميمتي عايشك عرضت لبجاه ربي في اللي لورك كبيرتنا الكل فماش امكاني محليها انا مراه هذية برحمة والدين خا نقول لك عايش تتكلمي لي انت فدي محليها بنتك والله العظيم عند اسميل امتا عمراء طيبة وكذا وممكن راه يغلطط وصاريف واحد يجيو نبنيو نبديو صفحة جديدة ما نكبروش على العبادة يطلبو هاو يستسيو هاو كذا ممكن اللي قالو غالط ممكن اللي قالو صحيح ماناش تقاضي بش نحكم حاجة نجمو نبنيو نجمو ولي حتى قاضي توليت نجمو تتكشف على كل شي إن شاء الله يا حاجة نوالي قاضي يا حاجة هاي نبديو ننن نسعاو في الخير نسعاو نسعاو الخير ولكم بح فضل أختي تقريت الرجلة ذاي مدمرني ياسر أقسم بالله اني كانت ضغطاني أمي بابا يقسم بالله إن شاء الله ربي يحفظهم لك تاج على ريس خرب عصغار أقسم بالله لخسر عليها بدور بح لا هاي يا سي ماروين 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 نجمو نبديو صفحة جديدة بعد قد قال هذا كل نجمو ماروين كيفاش نصفحة جديدة ننسوا الماضي كله نعم نتو صفحة جديدة اللي هي كيفاش اللي هي تصرف على ولادك تقيم بولادك تنفق على ولادك تقيم بمرتي وتنحيلي هالنفقة اللي عملتها هذية طو عام عايشاتها معاي ومعديتهولي نفق سيبنا من نفقة طول نحك نفاء لي حقها حقها رو النفقة نعرف حقها نجمو نبديو صفحة جديدة تنفق على عائلتك تتبع ولادك في قريتهم في لبستهم في نظافتهم في مكلتهم في خرجتهم في داخلتهم في كل شي مادام نجمو نبنيو صفحة جديدة يقيم بولادو قدام 12 مليون تونسي حاجة برك فضل يعطيني الفلوس اللي مسلفتها أنا على خاطر ذريه نوك الفهم بي فلوس مديونا فيها يا راني يا قولنا قداش منعب قداش الفلوس قرابت ثلاثة ملايين ونص خاتي النفقة النفقة ما اخذيت منها حتى حاجة حتى حاجة حاجة النفقة لها هي هي معناها ما اخذتش حتى دوله باشت صلباتها يلا عدل عدل منها طو هذي ثلاث غضب ولا الربع حتى حاجة هاي الرجع لأمور طو بشوية بشوية يكون روحه ويعاودي نعم عاودي شو نايا كيتذب علي حياتي معاوضة بك الكلمة ذيك بالمليارة عطي تعويض هذكا ما يعاوضاش ألا لخلقنا ما قلنا يزمنا قلبك بيه اليوم ما يزمنا نمنو بربي شبحان حاجة حاجة هل تم الامكانية أن المرأة هذي تعاود ترجحي و والله كينو قاعد برجها لحية عمرو يربين صغيراتهم خلي سلحوا رح ها؟ خلي سلح رحوا وينثق على ذريهم بعد ريتة ذاكا حشك تعرفها ملبوية ذاكا يتبدلكم ملبوية يتبدل على كل كل ريت تحب حنين تحب طاو يبكترلك الدموع يبكترهم لك هندهات لا ما نبكي شبيني نبكي وولية مش نبكي ذاكا الثقة معشناتها لجم وما نعجل اسمعني سلم والدي الكورونا ريتها لا أقل حاجة معناها هتيثر على صغير هاي صحيح أعربعة صغار ما يدريش عليها مشكلة نادة شكل من حي ريتة بالنسبة للصغار أظنوا بهم في كورو متكنتي يا مروين يا مروين اللي ساير فيه يا مروين نعم حتيت برميرو خارج انخوية ترجع لي لتاني مريق الوال يجب في خاطر مع الثكنت والديك سمير فكروا في الصغار قلوا يا إخوة نعملوا هدنة تصرف تعمل كذا 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 موافق أي ماكشو موافق أخوة ربي يجيبك في السواب أنا هكو القانون بيناتنا نطلقوا كذا تحب الطراثي كذا ويعيشوا بيناتنا الصغيرات وانتي ما تهم ليش صغارك تعملوا هدنة تحكيوا مبعاثكم ما خاص تماش امكانية تعملوا هدنة تقعدوا مبعاثكم حاجة خلصني في المالي بتاعي يعطيني فلوسي وترجع اسأل أمها أمها اللي تقولي لا 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 ساميرا ترجع الرجل شكرا أني يعطيكم الصحة بارك الله فيكم يعطيكم الصحة شوف شوف يغيظوك الصغار طوي أنا غضتني حاجة صغيرة من الحاجة أربع صغار وكل ما نحاول نمشي في ثنية أخرى تقولي يخلصني المشكلتها في الأول تعرف اللحظة أما أنا عايش خلص طوما نحكي وش عليهم تعرف كوني بشي خلص الصغار بشي خلصوا بالله إن شاء الله أخي أنا نحب نتبعها الوضعية عاود أسعى أنت أخي شوف أمورك كمتني والله إن شاء الله ربي جري على أسلاح السلام على صغيرك شكرا في الحقيقة الوضعية اللي شفناها راهو صحيح تظهر للبعض غريبة ولكن راهو هذا واقع عايشين وراهو في الواقع ثم التحيل وثم الإمساسية وثم ناس تطلبوا لباس باها على الأخر على الأخر على الأخر فمني في تونس عنا تسعة وثلاثين ألف متسول متسول تسعة وثلاثين حسب أرقام الوزارة تسعة وثلاثين ألف متسول عندي سوز مشاكل اللي يمتهن التسول تولي خدمة هذه كفاية مشكلة كبيرة برشا معنا تفهمت نين واللي يستغل طفل بش يتسول بيها عندي مشكلة أخرى هذه جريمة دبل عندي مشكلة أخرى أكبر برشا معاتها بدنوا يثقف مع أسرا أوكي لبس عليه في صحة جيدة كانت عايت له تقول له إيجي أخدم بناي ولا خدمة النهار مفيش عار ولا يش يخدم دهين ولا بلامبيا ولا كذية يقولك شنا هو نخدم كذا لا ما نخدمش ويمدي دي كان الناس اللي يشوفوا فيهم في الشوارع ثم تحيل ما أعمق ثم يتحيل في عشرة ألاف فرنك ثم يتحيل في خمسين دينار ثم يتحيل في مئة دينار ثم يتحيل في مليار ثم يتحيل في مليارات ولكن ديما نحن جارة العادة ديما تجي في رأس الزوالي إن شاء الله رب يجريها على سطح شكرا